موسيقى من أكتر المعتقدات اللي بترفع مستوى رقية أفعال الإنسان هي عقدته إنه ماشي وسايب الدنيا أو إن لحواليهم برضو ماشيين وسايبين الدنيا هذه العقيدة عقيدة الفناء بتخلي فيه حاجات تغلى عند الإنسان وحاجات تانية ترخص ويتعلق بحاجات وحاجات تانية يقدر يتخلى عنها تخيل لو فيه إنسان في معاملته الأقرب الناس لي وصلت له معلومة إن حد منهم هترتقي روحه للرحمن الرحيم وهيفارق الدنيا متخيل مقدار جمال وسكينة وكمية الحب اللي هتبقى في اللقاء ما بينهم عشان كده كان فيه نصيحة الدكتور ريتشارد كارلسون في كتاب لا تهتم بصغائر الأمور مع أسرتك كتابة مفيد جدا بيقول عامل من حولك وكأنك آخر مرة ستراهم والنصيحة دي كانت في السياق إزاي تقدر تقوّل علاقة وتستثمر فيها وتحييها تانية مرة ومن أصعب مشاعر الندم لما يلجأ ليك إنسان والحياة تشغلك عنه وقبل ما تتقابله وتجبر بخطره ويجي لك خبر إنه راح عند ربنا والأصعب هي لحظة ترك الإنسان للدنيا وهو يتمنى يرجع نص ساعة عشان يرجع حق مادي أو معنوي لشخص كان لسه معان بارح لكنه تهاون في إرجاع حقه لي عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل أي الصدقة أعظم قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرة وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ما تسيبش الحقوق المادية أو المعنوية لغاية وقلاص الروح بتطلع طول ده أنا كان نفسي أكرم الناس دي استحضر معايا الحالة دي إن أنت بتقابل الناس وكأنك آخر مرة هتقابلهم وتعال نقابل بيها على الأقل المقربين الناس اللي ليها حق تشبع منك صاحبك الأنتيم أختك أمك أبوك جوزك عيالك ناس اللي هي حق أنها تشبع مننا تعالوا نتمرن وإحنا معاهم كأن آخر مرة هنشوفهم مش بالمعنى الكئيب بتاع الموت بالمعنى الجميل بتاع العطاء ثلاث حاجات تتعمل يبقى أنت بتوفي القريب منك حقه في اللقاء ده رقم واحد التغافل تعالوا إحنا قاعدين مع بعض بالذات مع المقربين بلاش ندق في الكلام وخليك في المعاني اللي وراء الكلام ويحمل الكلام واستقبله على أحسن معنى طالع من اللي قدامك ده كان حال الصالحين ما كانوش بيتقابلوا ويقفشوا على بعض بسبب وجهة نظر ولا كلمة غير مقصودة الحسن البصر الإمام الكبير يقول ما زال التغافل من فعل الكرام وكان يقول ما استقصى كريم قط استقصى يعني مش بيزنقه تقصد إيه ويزنقه في الكلام كده ده مش فعل الكراماء الشافعي يقولك الكيس العاقل هو الفطن المتغافل وفاهم كل حاجة لكن بيتغافل وكان الإمام بن الأثير يقول كان صلاحه الدين الأيوبي عظيم كان صلاحه الدين الأيوبي صبورا على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه كان إنسان ساكن جميل بيدي خير للمقربين اللي حواليه والبعيد كمان يبقى أول حاجة التغافل تاني حاجة الحضور الكامل من حقوق حبيبنا علينا إن هم يشبعوا مننا وإحنا قاعدين معاهم مش نبقى قاعدين وإحنا عقلنا في حتة تانية وإنت لو دخلت أي مطعم هتعرف الفرق ما بين الحبيبة والمتجوزين الحبيبة قاعدين بيأكلوا هم بصين لبعض والمتجوزين اللي تعودوا خلاص على بعض عمالين بيأكلوا مش مركزين مع بعض سيدنا النبي ما كانش كده سيدها عايشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضجع في حجر يقرأ القرآن القاعدة الجميلة دي وكنا إذا جاء علينا الليل صار معي نتحدث فالنبي كان بيبقى موجود عليه الصلاة والسلام فبعد التغافل إنك أنت تبقى موجود بكليتك مع حبيبك آخر حاجة عشان نبقى وفينا حبيبنا حقهم ونقابلهم كأننا آخر مرة هنشوفهم وده يبقى فيه إحياء للعلاقة إرجاع الحقوق في حقوق معنوية ومادية متأخرة عندنا الواحد بيتدلع أن يرجعها حقوق في الاحترام والإكرام والحنية وفي حقوق مادية كمان وبلاش الواحد يفضل مأخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال يا ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا ما اتفقنا ما نسيبش بعض وإحنا ننزعلنين من بعض يا ما قلت أمي مش شبعانة مني عايزة زورها ما اتأخرش الحاجات دي رجع الحقوق دي لأصحابها تعالوا نرجع المعاني دي قبل ما حد مننا يسيب الدنيا والتاني يكمل حياته وقلبه مليان ندم تعالوا نقابل بعض كأننا آخر مرة هنشوف بعض وشوف أديها تبقى اللقاءات دي جميلة وأديه فيه بيننا وبين بعض ود متبادل فاللهم احفظ لنا أحبابنا واجبر خاطرهم بأن يروا الحنان منا ولا تتوفانا إلا وأن تراضن عنهم وعننا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر